السلام عليكم كده يرين لبس عليكم الاحوال صحيحة ان شاء الله البنات تكونوا كل شي بخير على خير اليوم البنات كما كتشوفوش هيو جديدة اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وحتى جين سوسي مياه في المياه صراحة البنات كيجي زوين بساف كما كتشوفو كيجي معلك وكيج مع البنات ما بين المال حلو صراحة من اجمل يعني الضواجن اللي كيعجبوني هو هذا انا متأكد البنات انكم من شربوه معمرو غادي تتغنوا عليها غادي ندوزو البنات ان شاء الله الطريقة والمقادير وغادي نقول بسم الله عندي هنا يتجاجة البنات مهمة وما دروا القياس تجلي بغضو اللي نقيتها بطبيعة الحال ووصلتها مزيان بالحامد هادي الملحة المهمة راكم عارفين هادي نقطحها الاربا غدين في الحامد زيان هادي اه ندير حنا يا معلقة دي الخرقوم نصف معلقة صغيرة دي البزار اه سكنجبير هاد البنات عندي هنا يا قاق اللاو بسيبيسة اه اللي حمرتهم مع الطحنتهم وغادي ندير واحد المكعب دي الزعفران شهرة هادي ندير واحد المعلقة دي الزمن ماشي كبيرة اللي غادي نحسرها وغادي نحيد منها لبنات زريعة دي لها باش ما تمررناش للمرقة سافي مهم غادي نشر من لها تجاج مزيان وغادي نخليه واحد نصف ساعة او لا ساعة ولكن عندكم البنات اللي وقت من الاحسن انه يبات كي يجيزوين بسعف المهم هناي البنات اه غادي ناخد اه اه طاجين دي اللي غادي نفرش فيه واحد البصلة تكون كبيرة أنا كما شفتوا دائما كان استعمل البصلة هاد دهبية هادة الصراحة حتى الماطق ديلها كي يكون زوين صافي غادي نفرش الجاج وغادي نسطف اه القطع دي الجاج مهم البنات هات طاجين باش زوين يعني كنديره كل شي فمره الصراحة كي يجي من اروع ما يكون كي يتخلطه في هذا كل ماطقات دي المالح والحلو الصراحة يجيزون بثاف انا بعدها هذا هو الطاجين اللي يجبني يحمقني وخصوصا هالبنات اعفوا نسنحوا لي إلا كان عندكم الوقت ودرجع الفاخر يجيزون بثاف احسن هنا البنات غدي نزيد واحد شوية زيت العود بما ان الطاجين بلدي مية في المياه غدي نستعملوا زيت العود غدي ندير هنا اي واحد البصلة او لجوز البصلات المهمة ومشحل ما بغيتو حيث اعرفوا ان البصلة راكا تدوب يعني راكا تبقى في الخراكة ترجع نواله مهم البنات هالطاجين من الاحسن يطبع لها فيه اللي تكون مهيلة وهناي البنات را ما ديش نزيد الماء يعني بساف غدي نزيد ربع كاس دي الماء غدي نخطره او لنزينه غدي نزيد هالبنات عندي زيتهم بالعدم انتوما يلا كان عندكم البنات مسلالة من الاحسن كي جزوين حسن صافي مهم هنها غدي نزيد زيتهم ديالي وغدي نزيد هنها عندي شوية دي السبيب شوية دي البرقوق مهم بطبيعة الحل الابنات هنها دي السبيب و البرقوق را مغسولين مزيان ومرطبين في الماء كما قلت لكم يعني غدي نزيد كل شي في مره الابنات هنها هي الدجاجة را ما درت لهش الملحة نهائيا حيتاش مغسول مزيان بالحامض والملحة و كما شفتو درت له الحامض انا فقط درررش على هاد البصلة هي اللي رشت عليها شوية دي الملحة بش مديناش صامتة سافي هنها غدي نستف البرقوق غدي نستف الحامض غدي ندير الحار المهم كنخلطه فيه كل شي سافي هنها هي البنات مبعد غدي ندير كيموك لكم اربعة كاس ديال الماء وغدي رجعوا اي طيب على عافية اللي تكون مهيلة حتى كتشرب الناء وكي طيب راع البنات كي يجيزوين بثاف يعني شحل ما نشكر لكم فهد طاجين البنات كيموك يقولو ما غديش نوفي بحقوق هنا كنوريكم فقط كيفاش كي يجي يعني راكي تتحمر وكي يجيزوين يعني ما تزربوش عليه كيموك تخليوه اه على عافية اللي تكون مهيلة كيموك شفتو هنا يحيت هاداك الحامض وحيت البرقوق وكل شيء اه باش غديغي باش نزين وصافي هنا يقدروا هكذا في الزنجلان بوطول البنات تخليوه هاي كاكسا في راكي في راكي في راكي تتحمر تلك البرقوق راكي يتعسل وكي يخدنا التبوى من هذه البصلة دياز بيب دياز زيتون مهم كي يجي واحد طاجين اللي محمد مالح كي يجي مختلف على الطواجين الاخرين سوفي هنا ها يجي ما اقول لكم غدي انستفاد البربوق وغتيالي مهم كي مالبنتك تعرفوا يعني تزين كي يبقى اختيالي وعلا حسب هذا الشي لي يكون هنا في الدار ممكن انكم تكتافيه فقط بل بصلة و زبيب و هكذا شوية البيد راكي يجي زوين وهنا كي ما شفتو ااااا عندي هنا ياااا للوز اللي سلقته ولمهم وقليته سوف نضيف الطريفة الحامض وعدي القرفة سوف نضيف الطريفة الحامض وعدي القرفة سوف نضيف الطاجين أخرج سوف نضيف الطريفة ثم سوف نضيف الطريفة الطريفة سوف نضيف الطريفة بزاف وهدي زين حتى بهذا الحر هذا وصفة البنات هاد شي اللي كاينتمنى هاد الفيديو هادا يكون نعجبكم ونتمنى انكم تكونوا خرجتم منه باستفادة وكنقول لكم البنات ديروا لايك خليوا لي التعليقات ديلكم بارتاجوا مع الاصدقاء ومع الاحباب ديلكم البنات اللي مابونين عندي كنقول لكم مرحبا و الف مرحبا و البنات اللي باقي مابونين اشتاهم البنات كنقول لكم مرحب و الف مرحبا ان شاء الله البنات نتلقى وفيديو اه يكون حسن من هادا وكيما كنقول لكم دائما البنات بصحة وراحة